نبقى في صحيفة العرب فوز اليمين الإسرائيلي يضع الضفة على صفيح ساخن أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الخميس أن رئيس الوزراء السابق بن يمين نتنياهو في طريقه للعودة إلى المنصب بأغلبية برلمانية واضحة يدعمها فيها القوميون المتطرفون الذين يرغبون في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفلسطينيين ويقول محللون فلسطينيون إن تلك النتائج ستنعكس أيضا على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والتي تشهد توترا وتصاعدا في عمليات الجيش الإسرائيلي وتنفيذ عمليات فلسطينية وتوقع الخبراء أن تعمل الحكومة الجديدة على تشديد قبضتها على الضفة الغربية وخاصة على شمالها مما ينذر بموجة قد تتحول إلى انتفاضة جديدة ومنذ مطلع العام الجاري تشهد مناطق الضفة الغربية المتفرقة تصعيدا ملحوظا وارتفاعا لوطيرة عمليات الجيش الإسرائيلي فيها وتبنت جماعة فلسطينية مسلحة في الحادي عشر من أكتوبر الماضي خمسة عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين وهو ما اعتبره خبراء تطورا في المواجهة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اشتركوا في القناة